كابتن العمضان خلينا برضو متفقين ان انت في الجزء الهجومي انت قلت حاجة مهمة جدا انه تركيز هيبقى صلاحة طبعا وانت قلت جزء برضو مهم ان لازم نستغل الجنب الاخر من الوانجليفت بتاعنا او الجناح الايصر بتاعنا ولازم يشتغل عليها ويكون فيها عنده بعض الشغل الخططي في المنطقة دي سواء بقى بيباص وتجميع كورة ولعبة الناحة التانية لكن انا كل اللي بيخوفني بقى صراحة هو انك يعني الجزء الدفاعي هنا انا محمد عبد منعيم وده انا هاخد رأيك فيه في الفترة اللي فاتت معا الونش ما كانوش في حالتهم واتمنى انهم يبقوا في حالتهم في المنطقة ده هيفرق كتير هل انت في الوقت ده كمدير فني وانت بتتفرج على الدور الممتاز في الوقت ده وشايف الاتنين قلبين الدفاع عندك هم في حالة ممكن تكون فيها سيقة زيادة او مش في حالتهم هل بتخلي واحد من نصف منع بقى معاهم دايما باستبرار ان هو يبقى في قلبهم طبعا طبعا يمكن احنا الحقيقة يا فاروق من بعد ما رجعنا من الكاميرون الحقيقة حالة الونش وحالة محمد عبد منعيم اللي مفروض ان هم كانوا عاملين طبعا شغل جامد جدا 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 تحس ان محمد عبد منعيم طبعا انا بتمنى من ربنا ان يمكن انا وجهتله كزا مرة رسائل الحقيقة محمد عبد منعيم انت مصر كلها وافريقيا كمان اشهدت بيك ان انت مدافعين الحقيقة في افريقيا فلا انا ارجعت انا اركز وارجعت انا اشتغل زي ما كنت شغال الحقيقة لان هو كان عنصر مهم لان تعرف احنا قليل جدا في قلوب الدفاع الموجودة انك تلاقي واحد سريع عنده السرعة وعنده كورة كمان عنده كورة بس هو كمان انا هتكلمه لها كورة كمان السرعة دي طبعا حاجة مهمة طبعا فرق معاه بشكل كبير جدا في تعامله مع الحقيقة كل المبارات اللي عيبها في الكاميرون لكن في حيطة الكورة لا بقى فيها حتة زيادة شوية عن اللي هو كان بيشتغله يعني انا مفروض انا في مركز خطر جدا جدا المفروض ان انا لو انا الكورة قطعت خلاص ما حدش يغطيني لان ده انا ببقى في الخط الخلفي ده ميز باس او في شغل زيادة مثلا او حاجة وتفقطع كورة مشكلة كبيرة جدا 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 لكن احنا انا بقولك حمدي فاتحي عنده ميزة الحقيقة لو احنا هنلعب بالاربعة تلاتة تلاتة حمدي فاتحي عنده ميزة لو انت تتطفق معكبت ان حمدي فاتحي يبقى موجود ولا مش موجود شريف قال ان ممكن زيزو لا انا بقول ان حمدي فاتحي ما يخرجش من المكان ده لانه هو الوحيد اللي بيعمل لك تغطية على المساحات اللي بتفضى ازا كان وراء صلاح ازا كان وراء السلية ازا كان وراء فتوح ازا كان وراء عمر كمال هو الوحيد اللي بيعرف يعمل دي يعني انا هقولك حاجة النادي الاهلي الموسم اللي فات كان عنده مشكلة كبيرة جدا 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 ان اي فرقة بتلعب زون نص ملعب وبداية المساحات وبعدين لما بتقطع بتلعب في المساحات قم بيروحوا طب يا ايبا هيلعب كده 3 نص ملعب اه 3 أنا بكلم انا قلت زيزو في حالة انه yلعب بالـ 2 نص ملعب انما لو يلعب 3 انا بتفهم ان حمدي فاتحي away اه اوكي تمامك اه مش مش مستزيزو يعني كابتان لو هيلعب 2 نص ملعب يبقى زيزو الثالث اه اوكي إنما لو هو عايز يلعب ثلاثة سبتين وص ما لعب حمد فتح حمد فتح زيبا وقلت إنه لازم البكين يقضوا حرية فبصدي هي ديت يا فاروق لأنه زي ما قلت لك يعني حمد فتح بيعمل لك تغطية على الخط العرض كله ودي ميزة يعني زي ما قلت لك أنا بحكي لك دلوقتي إن الناد الأهلي كان بتعرض لخطورة كبيرة جدا وجوال كتيرة جدا ما بتخش فيه عشان المساحات دي حمد بيعملها بشكلك وسأوي لكن إنت لو لعبت بالسلية ولعبت بحمد فتح ولعبت بالنيني السلية تمانيا والسلية يعرف يعمل المساندة اللي وراء صلاح واللي وراء الحقيقة ترزيجيه واللي وراء مصر محمد لأن السلية برضك بيعرف بيشارك آه بيشارك وبعدين بيدخل نفسه كمان في التزديد بيعرف سدد من الساحات والحاجات دي كلها فده مهم جدا لكن إنت وإنت بتلعب ثلاثة بقى كمان وإنت بتلعب حمد فتح والنيني والسلية إنت بتدي حرية لفتوح وبتدي حرية لعمر كمان إحنا لعبنا الحقيقة في مبارات الكاميرو من الحقيقة أغلب المباريات يمكن نعم 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 بشكل كويس جدا كابتن فين في ماتش المغرب بس فقط لغير عشر على عشر لما كنا خسرانين صح نعم احنا رجعنا بقى للماتش بسبب الوضع كنا خسرانين فاتقلب الطريقة اللعب لما تصاب أيمن أشو بالضبط لكن إحنا لو إحنا لعبنا 4-3-3 وما بديش حرية لفتوح وما بديش حرية لعمر كمان يبقى أنت النواحة الهجومية بتاعتك هتقل كتير قوي والمساندات الهجومية هتقل كتير قوي لكن هرجع لحاجة تانية فاروق إنت مفروض عندك كم واحدة كابتن يبقى موجود عشان يبقى الهجوم بتاعنا او مؤثر على منتخب السنة غير لو بنلعب 4-3-3 هيبقى عندك مصطفى محمد وهيبقى عندك محمد صلاح وترزجي والسلية وبكم البكين خمسة لعيبة تحتيم واحد من اللي كافي أنك تجيب هدف منتخب قوي في كل بالي في مجموعة من اللعيب احنا اتفانى اتفانى عليها فروح وفي ثلاثة هيروح وصل لصلاح ويفضل اتنين انا بقولك احنا اتفانى عليه في الأول أول حاجة قلتها ان انت تلعب 4-2-3-1 او تلعب 4-3-3 او تلعب 4-4-2 لو انت عندك بتضغط وفي تقارب الخطوط هتقدر تعمل كسافة وزيادة عددية وما يبقاش عندك قلق كمان ان في حاجة مرتدة او حاجة لانك انت خطوطك لما بتبقى قريبة زي ما قلتلك ان ما بين كل العيب والعيب من عشرة ل 15 يارضة بعد ما فتفكد الكورة خلوق اسطح فتجيبها تاني بسرعة عام نقطة ان نكون في تقارب وهي النقطة فعلا بيقول كابتن رمضان النقطة دي عشان تتعمل كابتن لازم كل ميزوك تهيغية لازم يبقى ايه ان احنا بيكنا نقولها ازاي نقول للمهاجم مربوط في اخر لعيب في الملعب لو بنلعب في 25 يارضة لما بيزيد بيشد مع الناس كلها ها هو اللعيبة بتنسى كابتن ولا بيحصل ايه مش بتنسى اكيد في تعليماتك اللي موجودة عشان ده ده سيستم بيبقى موجودة لا يعني اصلا انت بتقول تعليمات امكانيات اللعيبة اللي قدامك ايه والامكانيات اللي قدامه ايه ده هاي ليفن اللي عندك كابتن متخمص ها هاي ليفن موجود اه عندك بس قدام مين ما هو بنفس بس اللي قدامه ايه في السرعات ايه ايه